ومن ولا أمباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد بدانا في الحلقات الماضية على الكلام حول سورة مباركة من سور القرآن ألا وهي سورة سبه قال الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهرى وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى إلى آخر السورة في هذه الآيات وعد الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أي الله عز وجل سيقرئه القرآن فلا ينساه أبدا عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه جبريل عليه السلام بالقرآن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه ويتعجل أخذ القرآن مخافة أن ينساه فأنزل الله تعالى في ذلك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وأنزل الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فربنا سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقرئه هذا القرآن فلا ينساه أبدا وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة كما قال الله تعالى وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ بالرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى أقرأه هذا القرآن فكان لا ينسى عليه الصلاة والسلام سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله استثنى الله تبارك وتعالى والمعنى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه فإنك تنساه والعلماء عليهم رحمة الله ألحقوا بذلك أحكام النسخ والنسخ ثابت بالقرآن وثابت بالسنة وثابت بأقوال أهل العلم ولا ينكره إلا ضال مجرم مبتدع بل قد يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله والليل في ناس كتار ينكر النسخ إما جملة أو تفصيلا ربنا قال في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فالنسخ ثابت والعلماء قالوا النسخ من حيث البدل لأن أصلا النسخ يا أخوانا هو إبدال من شيء لأشيء آخر قالوا أحيانا يكون من الأخف إلى الأشد يعني من حكم أخف لحكم أشد وأحيانا بالعكس من حكم أشد لحكم أخف وأحيانا يكون من مماثل والتساوي من حكم لحكم تاني مماثل لهذا الحكم وضربوا لذلك أمثلة من أنواع النسخ من حيث البدل من حكم أشد لحكم أخف ربنا قال فالآن باشروهن كما في صورة البقرة في معاشرة النساء فالآن باشروهن واتقوا ما كتب الله لكم ده النسخ من حكم أشد لحكم أخف وربنا سبحانه وتعالى قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين ده نسخي أخونا نوع من أنواع النصر من أشد لأخف في نسخ آخر من أخف من أخف لأشد ولازم تعرف أنه ده كله أخواننا لحكم عظيمة من هذه الحكم ما نعلم ومنها ما لا نعلم كل لحكم عظيمة لأن ربنا سبحانه وتعالى يقضي ويحكم بأحكام في أزمنا معينة وفي أوقات معينة تناسب هذه الأحكام هذه الأوقات أو هذه الأزمنا ثم ينسخها ربنا تبارك وتعالى في أوقات وفي أزمنا أخرى ولله تعالى الحق في ذلك فالنوع التالي ذكرنا النوع الأول من الأشد للأخف في كما النسخ من الأخف للأشد العلماء استدلوا على ذلك بالصيام الصيام كان الحكم في الأول إنه لو دائر تصوم تصوم ولو دائر تطعم تطعم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ده كان الحكم في الأول الناس كانوا مخيرين الدائر يصوم يصوم والما دائر يصوم يطعم فده كان حكم أخف لأن الناس مخيرين فجاءت الآية التي بعدها في البغرة فقال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ده إلزام فالعلم قالوا ده نسخ من أخف لأشد أما المماثل فقالوا زي حكم القبلة في بادي الأمر المسلمين كانوا بيصلوا إلى بيت المغدس ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقت الصلاة على البيت الحرام كما قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وجه المماثلة إنه في النهاية كون الإنسان يتجه جنوب أو يتجه شرك من حيث الاتجاه ده أمر مماثل ما فيه فرق من حيث الاتجاه أما من حيث المكان البيتجاه إليه فمعلوم إنه البيت الحرام أفضل منه أفضل من بيت المغدس والعلم قالوا من حيث الحكم النسبة لأحكام النسخ الكلام ده مهم شديد أخوان أحيانا النسخ بيكون بالقرآن يعني نسخ القرآن بالقرآن وأحيانا ينسخ القرآن بالسنة وأحيانا العكس كل جائز القرآن بالسنة السنة بالقرآن السنة بالسنة القرآن بالقرآن كل جائز لأنه في النهاية السنة والقرآن من عند الله تبارك وتعالى كل من عند الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ليس من عند الله ومال من عندك ربنا قال وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة من عند الله تبارك وتعالى كما أن القرآن الكريم من عند الله عز وجل فأحيانا القرآن ينسخ القرآن وأحيانا يكون النسخ للحكم من غير النص وأحيانا يكون النص من غير الحكم وأحيانا يكون الحكم والنص كله ينسخ أبدأك أمثلة من ذلك على سبيل المثال آية الرجم كانت آية تتلى في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتة هذه كانت آية في القرآن هذه الآية نسخت نصا لكن الحكم الحكم باقي برضو كانت في آية كما جاء في الصحيح من رواية أنس نزلت في شهداء أحد أن بلغوا قومنا عنا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه كانت آية كانت آية تتلى في القرآن فنسخت لكن من حيث الحكم إن الشهداء عند ربهم يرزقون هذا حكم ثابت فده نسخ الحكم نسخ النص مع بقاء شنو يا أخواننا مع بقاء الحكم آية الرجم نسخت لكن حكم الرجم باقي على رغم أنوف ناس كتار جدا الجمال ما دارين يرجموا الزنات إنتما دار يرجموا مالك إنتما هذا بتعرفوا دوران الله يجيبوا لك في التلفزيون زي البليد داك جابوا عامل فيها داري الناظر وهو القاعد معه كلهم ما نافعين بتاع الشعبي وبتاع الفتحاب كلهم ما نافعين عرفته قال أصو ما في الرجم ما في محصن ما محصن أصو ما يرجمه هذا كلام عجيب جدا وده كلام كفر بالله عز وجل والكلام ده التفصيل فيه ويطول لكن انت عرف إن الآية نسخت نصا لكن الحكم الحكم باقي الأكس في آيات موجودة نصا لكنها منسوخ حكما كما في قوله تعالى والذان ياتيانها منكم فآذوهما ده آية في سورة النساء ده كان حكم يتعلق باللواط كانت الأذية بجميع أنواع الأذى لأن الآية عامة يكون فيه ضرب يكون فيه الشتم أي نوع من أنواع الأذى بعد ذات جاء الحكم الأخير إنه من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وده نسخ السنة للقرآن يعني السنة نسخت شنوه؟ نسخت القرآن أما النوع الثالث إنه النسخ بكل الحكم والنص الاثنين النص والحكم كما في آيات الرضاع فكان فيما يتلى من القرآن عشر رضاعات مشبعات دي كان دائما في القرآن إنه ما يحرم من الرضاع كم؟ عشر رضاعات مشبعات فالآية دي نسخت نصا ونسخت حكما لأنه بعد ذلك ثبت بالسنة صحيحة إنه يحرم من الرضاع خمسة رضاعات مشبعات فهذا فيما يتعلق بالنص وإي ذول يليفوا يدور في الموضوع ده؟ أعرفوا ذول بيتعلوا لوا والله والمشكلة ما بجيبوا لهم ناس فهمين يجيبوا له ذول يا إما زيه ولا قريب منه شديد بين هذن في خطوة بس يا زيه يا قريب منه شديد ودي مشكلة الإعلام الليلة أخوان مشكلة الإعلام إنه بيجيبوا ذول مجرم ضال مبتدع عشان يضرب الإسلام يجيبوا لك قصاد وبعناك واحد زي ما بيقولوا الشباب حمام ميت حمام ميت بيجيبوا إنتقالنا دي ما شغل بتاع التكتيك هم عارفين النازل بيتعضوا من وين تجيب البعضي جيب لهم البعض وقاعدين إنتقينوا ما في شين أصغر واحد أصغر واحد من السلفين ممكن يعضي لك أكبر جاكومة من أهل البدع في البلد والله العظيم والله والكلام ده نحن نعلنه في هذه الحلقات لكن ما بداخلونا المشكلة إنه ما بداخلونا يجيب لك واحد دكتور من أمدرماء السلحمية ودكتور تاني ما تعرف من وين يجب يقول لك الدكتور الدكتور الفاضل يتكلم مع صوفي يقول لك الدكتور دكتور شنو ده ما دكتور وليه حاجة ويجيب لك واحد تاني من هناك الشيخ الفاضل ذو اللي تخيل معاي جايبين لك خصم خصم صوفي جايبين لك في مناظرة في إعلام بيشاهدوك ملايين الناس تقعد تقول للصوفي يا دكتور ويا الشيخ يا فاضل تخيل معاي كلام زي ده ده ما أجوبون يا أخواننا جوبون ولا ما أجوبون والله ده لو ما قدرت أنت لو ما قدرت تناظره وغلبتك الشغلة لو في طريقة تكشع فيه الكباية وتقلب فيه الطرابيزة خلي معاي يسوه دارين يسوه لو في طريقة للموضوع ده لكن أسك ما تخلي عمرك من الاستيديو يكون غلبك أسه ما تخليه لأنه ده ضرب للإسلام يا ود الحلال ده ما ضرب لك انت ده ضرب للإسلام وضرب للمنهج السلفي الصحيح منهج النبي عليه الصلاة والسلام تقول لك الناس زي الدين ناس عجيبين جدا يا أخي ناس غريبين تخيل معاي تلقى الصوفي بلطش فيه وبيجاي وبيجاي ودهك شغال عامل فيها مؤدب وده الناس ده معركة هل في المعركة فيه أدب؟ في المعركة فيه أدب؟ يعني تخيل معاي دورت معركة يجي واحد من الأعداء ويكشطك كف ترخ تقول له يا سلام يا لهذا الكف الظريف تخيل معاي كلام زي ده والله نفس الشغلة ده يبع فيه الصوفي ما الصوفي عرفه من ميت تقول شنو يجلد فيه جلد تمام وده شغال له الشيخ الفاضل والدكتور الفاضي شغلة عجيبة فتعرف أن الأحكام ده ثابتة لشان ما تتغش من وسائل الإعلام الإعلام ده ما بيديك دين نجيط ولا بيديك الدين الصحيح الذي جاء به الرسل والأنبياء كان إزاعة كان تلفزيون كان جريدة كان غير أي وسيلة من وسائل الإعلام في البلد دي بالزاد ما بيديك الدين الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه ذون يلعب يا أخي يلعب الدين في الإعلام ومشغل الله المكيف والكاميرات وعمل الله ميكب ميكب وقعد أنه سنيجي يلعب بيدينا الله تبارك وتعالى ويبرطع ويقول الدائر يقوله ويطلع من هناك يأكل بيرغر ويشرب منغا ويمشي بيته كأنه ما في أي حاجة نسأل الله السلامة والعافية وإلى الله المشتكى فربنا قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى الله تعالى يعلم الجهر وما يخفى حتى ما خفي الجهر معروف إن تجهر بالقول فإنه يعلم الجهر وأخفى حتى أخفى من السر الأخفى من السر يعلمه الله تبارك وتعالى لأنه في أخفى من السر السر إنت ممكن تحدث به غيرك وتقول له ده سر بيني وبينك ما يعلم به باقي الناس ده ربنا بيعلمه في سر تاني إنت ما بتكلم به أي ذول بس في نفسك برضو ده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإذا كان العبد يعلم ويعتقد أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفاه فالواجب على العبد إنه يتق الله تبارك وتعالى في السر ويتق الله تبارك وتعالى في العلانية ولا يحصل الله عز وجل في السر ويظهر في العلانية للناس أنه من عباد الله الصالحين وأنه من عباد الله المؤمنين لأنه ده شغل النفاق يا أخوان إياك والله كلنا الواجب عليه أن نعمل حسابنا ما تزهر قدام الناس بمظهر جيد وبمظهر العابد الخاشع المطيع وإذا خلوته انتهكت محارم الله تبارك وتعالى هذه مصيبة كبيرة فالواجب على الأب إنه يتق الله عز وجل في السر قبل العلانية وده ذاته يعودك الإخلاص إنه إن تتكون عندك عمل أعمال في الخفاء لا يعلم بها إلا الله عز وجل إما طعات وإما اجتناب منكرات في الخفاء لا يعلم بذلك إلا الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع والآيات لسه فيها فوائد ويطول الكلام عنها يزاكم الله غير بارك الله فيكم